هذا الطريق تفنن تنظيم داعش بذبح السجناء وقطع رؤوس الرهائن وتدمير المراقض الدينية لمن يسميهم بالزنادق والكفار أما الآن فقد ازداد تبجحا بإعادة إحياء عمليات السبي والزيجات القصرية والعبودية الجنسية بحق النساء اليزيديات وكل هذا تحت شعار الدولة الإسلامية المزعومة ففي إصدار جديد من مجلة داعش الإنجليزية التي تنشر على صفحات الإنترنت تحت اسم دابق أعلن التنظيم وبكل فخر إحياء سبي نساء قبل قيام الساعة حيث نشر التالي ينبغي على المرء تذكر أن استعباد أسر الكفار وسبي نسائهم من جوانب الشريعة الراسخة حالات متكررة من الاستعباد الجنسي سجلها العالم قتلوا زوجي أمامي قتلوا شقيق زوجي ووالده أيضا والآن فإن والدة زوجي وأخته تقعان تحت رحمتهم داعش يستهدف الإناث ويأخذهن لنفسه كان عناصر داعش يرمون الحلويات علينا ويطلقون النار في الهواء بطرق عشوائية ويرقصون بالأسلحة فتاة يزيدية في السابعة عشر من عمرها تقول أخذوا الفتيات منا قتلوا الرجال وتركوا النساء ضربونا لكي نخضع لهم لكننا وبقدر الإمكان لم نسمح لهم بمسي أجسادنا داعش لا ينكر هذه القصص التي وردتنا بل على العكس تماما يؤكد عناصره صحتها عن طريق ما يتم نشره في دابق وهو كالتالي بعد أن ألقينا القبض على النساء اليزيديات أرسلنا خمسهن لسلطات الدولة أما الباقي فقمنا بتقسيمهن على المقاتلين الذين صالوا وجالوا في معارك سنجار أما بالنسبة للرجال اليزيديين فكان لهم الخيار بين التحول للإسلام أو الموت شاب في الثامنة والعشرين من عمره يقول سألونا إن كان هناك أي أحد لا يريد التحول للإسلام وبالطبع قتلوا كل من رفض التحول للإسلام لم يجرؤ أحد على الرفض بعد ذلك